مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي لكرة السلة ونائبه السيد عمر مصلحي والاتنين كانوا في ضيافة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أدي كابتن خالد العوضي اللي معانا كمان على التريفون يقول لنا ماذا ضار في هذه الاجتماعات أو استقبال مجلس إدارة النادي الأهلي للأفاضل المرشحين لرئاسة وقضية اتحاد المصر لكرة السلة كابتن خالد مساء الفل عليك مساء الفل يا كابتن شبير ومساء الفل على كل جمهور حضري بك الأول ببارك لك على بطولة السوبر بالأمس للبنات زي ما وعدنا كابتن طار خيري في وجود نجمات الفريق الحمد لله مبارح فوس كبير على سبورتنج العنيد وإن شاء الله تكون بكورة الانتصالات لكل الفرق الراضية هذا الموسم دائما وأبدا من احمد ربنا ومنوش برفضله على النعمة اللي بدأ لنا الحمد لله عندنا يا جزر تتعب وعندنا لعبات ولعبين بيتعبوا جداً 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 يتعبوا جمهور النادي الأهلي وحضب بطولات كثيرة يتعبوا جداً جمهور النادي الأهلي وإرضاء ذاتهم عن حضري بطولات طب نحمد ربنا جداً جداً ونصدوهم من كابتن خالد تقريد جميل من مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب باستقبال السادة المرشحين للانتخابات في الاتحادات المختلفة لكن النهاردة كان استقبال المرشحين دكتور مجدى بوفريخة رئيس الاتحاد وقائمته والأستاذ عمر المصول حيناء برئيس الاتحاد وأيضا قائمته ماذا دار ايه طلبات النادي الاهلي وايه دار في الحوار والله كابتن ده طبعا عرض شرفونا قامات كبيرة جدا قائمة دكتور مجدى بوفريخة رئيس الاتحاد الحالي والمرشح لمنصد رئيس الاتحاد القادم وفي نفس الوقت طبعا يصدعم الوصول حيناء بقائمته الساملة للنادي الاهلي وهو نادي الاتحاد الحالي والمرشح برضو لرئيس الاتحاد شرفونا كان شيء ايجابي جدا كان شيء مهم جدا ان يحصل لقاء مع مجلس دارة المجدى الاتحاد شيء مهم جدا يطرحوا ابقارهم يطرحوا براماتهم يطرحوا تموحاتهم من المرحلة اللي جاية ده كان شيء مهم جدا جدا مقاربتين وكان شيء ايجابي نا وقاكيد كان عندنا التبسلات وكان عندنا النقاط مهمة جدا جدا كلادي اهلي ودي تتلقى في عدة نقاط نا ده ايجابي دورة على صالح الرياضة المطلق نا وكايفي التطوير والارتقاء دي ده يمكن لعابة كل التبسلات نا ده كان كلام عن هذا الموضوع نا وفعلا انتشار اللعبة شيء مهم جدا الاهتمان دي في كافة المحاوظات ودي كانت اول نقطة تقريبا السلس دي اخبت المحمود اه في هذا الاتماع نا وفعلا الناس دي على متفاهمة موضوعها جدا 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 نا ثاني حاجة نقطة مهمة جدا ودائما وابد ان اتقالي بيشد على هذا اه اللوائح المنظمة للعمل دين تاسب اطراف المنظومة نا دي العديد اهم حاجة انش لو يحيش تطبخ على الجميع ولا يستثنى منها اي اي شخص ولا يستثنى منها اي ناس وده الشيء مهمة جدا 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 وطبعا الحاجة الثالثة ودي الاهم الحكام المصريين احنا شايفين موجود ظن ان هم مستواهم مرتفع بس عايدين طاق عايدين زيادة اه سمينار زيادة عايدين دورات زيادة ده الشيء مهمة جدا جدا وكمان بصراحة شديدة اه حصل يعني تكوش على الحقوق الملاعب تكون مناسبة برضو ليهم ان برضو حاجة عارف ان دائما وابدا من المواطفات التحكين وتكون الحقوق الملاعب بتاعتهم شوية قليلة فبرضو حصل النوطة مهمة جدا جدا دفع على هذا الموضوع اه نقطة رابعة كمان موضوع الملاعب الموراية ده موضوع مهمة جدا جدا اه رفحة كفاية الملاعب ازاي الملاعب تكون ممهدة وفيها كل الامتانيات الموجودة مع تطوير العاصر اللي احنا فيه وتطوير الدياضة في مصر عايزيني شوفوا ملاعب مها كل ملاعب كرة السلة تكون فيها كل اجراءات الامتانيات وبس الحياة ازاي الملاعب جوه احنا شوفنا الاستاذ عمرو السلح وقائمته اعتقد كمان عندنا دكتور مجد ابو فريخة وقائمة واستقبال كابتن محمود الخطيب ليهم يعني اريد برضو نعرضه والصديق العزيز كابتن خالد العوضي هو بيحكي ماذا طلب مجلس الادارة من السادة المرشحين لرئاس اتحاد المصر كرة السلة وعدويته اتفضل يا كابتن خالد متأسف ده يا كابتن خالد والشيء المهم والاهم واللي بتدور عليه ارادات حقوق بس التلفزيزيز لكافة اطرات المنظومة نعم في مطابق الزلاع في ارادات لا تدخلش من هذا المنطلق بصراحة بقى النقطة الاهم اللي احنا اللي قالها واضحة جدا ان الظاهرة العامة في الاتحادات كابتن المصدر الاساسي والاراضي الاساسي ليهم هي ثلوس الاندار الثلوس دي جاي من الاندار الطلب الاساسي ان لازم يكون فيه مداخل اخرى او مصادر ثويل اخرى للاتحاد يعني ابقار برا السنبول ان يبقاشر موضوع عن النادي يبقى احفلوه باستحاد الاهضاء لمصر اتشد الاراضي وده كان شيء مهم جدا 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 وبطراح فديدا القيمتين يعني مع كابتن الحوض ومجلس الدارس تفهموا وجهة نظر الاساسي جدا وعدوا بالحفل عليها في المحفلة اللي جاية وهم يعني بصراحة يعني النقط كلها تقريبا خاصة صوابق بينهم وده كان شيء مهم جدا جدا اعتقد ذا كده كان ملخص الجلسين مع الدكتور مجدي ابو فريخة والاستاذ عامل بشكل قائم بشكرك شكرا جزيلا صديق عزيز الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الالي وارجو مرة تانية نشوف اللقاء الكابتن خطيب مع قائمة الدكتور مجدي ابو فريخة لان احنا هنا على مسافة واحدة من الجميع الجميع